قال تعالى في شرة الكافرون قل يا أيها الكافرون هذا خطاب لكل كافر في الدنيا وبخاصة الكفار مكة الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعبد ما تعبدون يعني أنا في الحال الآن لا أعبد ما تعبدون من آلهتكم الباطلة وأنتم كذلك في الحال لستم بعابدي إله الذي أعبده وإن ظننتم أنكم تعبدونه لكنكم في الحقيقة لا تعبدونه لأنكم مشركون وكل من أشرك بالله فقد خرج عن عبادة الله ثم قال ولا تظنون أيضا في المستقبل أني سوف أنصاع إليكم وأعبد معبوداتكم كلا وأنتم أيضا لا تظنون أنكم في المستقبل ما دمتم على شرككم أنكم ستكونون ممن يدخلون في من يعبد الله جل وعلا فأنكم إذا استمريتم على شرككم حتى في المستقبل فلن تكونوا أبدا ممن يعبد الله جل وعلا وليس المقصود أنهم لن يؤمنوا ولن يوحدوا فقد آمن بعضهم وكفر أكثرهم وماتوا قبل فتح مكة من صناديد قريش ثم أعلن البراءة الكاملة من دين المشركين ومن كل دين غير دين الله جل وعلا فقال لكم دينكم ولي دين وهذه الآية والسورة تسمى المقشقشة لأن فيها أعظم البراءة من المشركين وتسمى أيضا سورة التبرع وسورة البراءة من المشركين وأيضا تسمى مع سورة الإخلاص سورة الإخلاص فهذه في توحيد الإلهية وتلك في توحيد الربوبية